السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير ديزيد اليوم الحصة تأنا وهي الرج على ميدو الكذاب بتصريحاته ونحاول تآمره مع إيتو ضد الجزائر ونصح في كاميروني يفجرها بأن ميدو كذاب انا نحن مع إيتو لا يجعلن نتلقى مع إيتو والناس يقول لك بلدي يتطلقى مع إيتو والي يريدك شو كون هو يا أخي انا المهم نوصله فينا المهم نوصله فينا انا نحن مع إيتو مع كاميرون نحن ساندوا في كاميرون بشيهم يكملوا دورات تحتهم بيمتياز دورات تحتهم بيمتياز هذه هي إفريقيا ما عانيش في الماريكان ما عانيش في العلمانانية راني في إفريقيا كما تنظمت في غينية بيسا وغينية استوائية وتنظمت 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 أنا متهمنيش أنا المهم راني في إفريقيا أنا إفريقيا تمثلني وانت يا ميدو أكبر كذاب والدجال نقول لك علىه انت قبل لا تبدأ الشمبيون قلت لهم ما سوف تحقق إنجاز كبير وسوف تأخذ كاسة إفريقيا ما يدقوك خرجت لي تقول لي إيتو قال لي نتهمه نتهموا واحد نتهموا واحد عن إيتو إيتو قال لك لعب كان كاليفي إيتو إيتو كان كاليفي دائر ماتش نيرو ربح ماتش كان كاليفي قال لك هلا انت ولي تكون فرحشيش نعقلك هنا نعقلك تنمو تكذب ما على البالك شبالي مع زومبيا شعال درناحنا ما أنت تنمو تكذب بنادام يكون عاقل على حاجة يدلون كيمالكا نحن ندرنا 0-0 ونخبط جزائر خسر 2-1 كوكنا نعقلك تكذب أنت كذب تكذب كل بغل تقول الحمار رأي يهدر أنا أقول لك أنا تكذب كل الحمار على ما نأمنوك انت يا جزائر إنجليز كامل يقولوا مع رزمي يرجوار في البريمي ليغ وانت قلت له من حسن شعري كوحس أنت شعرت عكريك أنا أقول لك كوحس أنت شعرت عكريك هذه الخل انت لك التعاير في الجزائريين قلت لهم نعرف ابناتهم في مارساي يا ابن البغل أنا أي أي رأكم على واحد نسكت صعب والله ما نسمح والله لا نقارع لصاحبي يغف الدورة بالقلب وزيال الرأس والله ما نسمح والله ما نسمح نسكت بصع نقارع انت كلب والله ما نجي معك والله العظيم وتحلف تتربع فوق الكعبة وتحلف وما نأمن شويك نعقلك أنا يا نحن نخبر أولادنا نقول لهم هذا كلب حرزوا الوحكم أي رأنا نقول لكم هذا كلب حرزوا الوحكم خلال شأن الناس ميدو يفجر أنا ما يسمع يقول لك ميدو فجر فجر فضيحة وانت أنا قلت لك طوبة اللي مصر مع الكاميرون ومتآمنين على الجزائر وانت حاجة صرت في 18 نعم لا ترى كلب يلحسك خلال شأن الناس حاجة صرت في 18 نعم على ما تهدر رأيش أنت يا على ما تهدر رأيش أنت يا كوهدرتها على ما تهدر رأيش تال يوم جيد أنت يا بي تهدر وإيطو يهو إيطو راجل إيطو من الشيشيات تعالقور إيطو وقف للقور كيما دارو وقف له كلمتوا بدي قولاس كلمتوا بأبخص ناس أي تندير ورأي مديونة وإن شاء الله بربي تكمل أنا ما ندير ما ندير الألم التونسي وما ندير الألم المصري مصري كانوا يشاركوا كانوا يعرفوا الجزائر ما يشاركوا 2006 وشاركوا 2008 وليس يقولوا نحن أسياد العرب أسياد العرب اليوم ركلب عندي هنا ركلب كي خلاب عندي هنا نورمال تحية الجزائر وتحية المنتخب المغربي فقط عذية ومنتم ما تسويوش ويفجر الصحفي كاميروني مفاجأة من العيار الثقيل تخص رئيس الاتعاد كاميروني سامويل ونقل تصريحات ايتو في هذا الشأن حيث قال تكلمت مع ايتو قال لي لا تربطني صداقة بميدو لا علاقة به سطحية ولم نتفق على شيء كما أشار هذا الصحاب إلى أن سامويل ايتو فعلا ليس له علاقة جيدة مع البلدان الشمال ايتو لا يحب الرجال في الشمال وهو تصريح الذي قد يخلق بلبلة جديدة في الساحة الكروية الافريقية ويذكر أن ميدو صنع جيدان مؤخرا بسبب تصريحات الذي قال أنه اتفق مع ايتو سابقا لترتيب أحد المباريات لإقصاء الجزائر هو ميغال الشمال راح عارف شكون راح عارف مشكون واعترف النجم المصري السابق أحمد حسان ميدو على تعامره مع النجم الكاميروني ايتو وصونغ خلال كان 2004 لإقصاء الجزائر وصرح ميدو في كان 2004 الجزائر وجهت زيبوابوي ونحن وجهنا الكاميرون كما أضاف الجهاز الفني المصري أعلمني أن الجزائر متعادلة سلبا فاتفقت مع ايتو وصونغ لإنهاء مبارتنا بالتعادل السلبي لنتأهل سويا وتبع حساب الجزائر كانت متوفقة على زيبوابوي والطاقم المصري لم يعلمنا بذلك ما جعلنا نقص وتتأهل الجزائر والكاميرون وأذنى أحمد ميدو على احترافية التي أبداها الناخب الوطني بعد تعادل أمام سلاليون وقال ميدو عبر أحد القانوات المصرية بالماضي أثبت أنه من مستوى العالي بعد اعتذاره عن التعادل المنتخب أمام سلاليون كما أضاف النجم المصري تصريحات بالماضي تأدل على شعوره بالشعب الجزائر وكانت أتمنى السماع اعتذار من كيروس للشعب المصري يا مكان ما دخلك مكان ما دخلك يا حقير أنتو ما تحوسو توسخو إيطو إيطو ما قاش شامل ما قاش نكاش شامل ديجا الجزائري وكفة معه انتا احفرت حفرة بغيت تحفرة حفرة الجزائري تطحت فيها هذه هي تطو يوم شافر وحم كيوالو قال لك قال لك من ريبيزو ريبيزو كوب دافريك مالك نحن لازم تعرفوا باللي هادو ناس تعفيتنا كذبوا يكذبوا الإعلام اشتاولا إعلام كذب إلا من رحمة ربك إعلام كذب آخر معركة آخر معركة في الحرب العالمية الحرب العالمية الإستانية وين قاعدوا ستة أيام لزالموا قاعدوا ستة أيام مع هما شاباب مع لزامريكا يعني شارط الآخر قاعدوا من ضرب ما مش تعيه لإعلام حملة الإعلامية بأن بأن الجيش الألماني دخل ساحقة وأبدا الجيش الأمريكي ومن ومن هما يسمعوا إعلام تعالى للمان وما من ضربين معهم ستة أيام لسبع أيام بعد قاسوا سلاح ما كانوا يجيب لهم من ضخيرة ما كانوا قاسوا سلاح وحدهم هذا هو الإعلام هذا العلوج ليبيا طيحوها بالكذب بالإعلام تعالي كذب نحن لنا كانت تشعل فوتا تعزبل هذه خاضي جاء بن قلات تخرج تقول لك لا قد انفجرت الأوضاع في الجزائر بطة الحمار تحوس إعلام خلاوتها على ذي يقول لكم يا ودي ما تديروش عليهم هذو يكذبوا هذو ناس يكذبوا ناس تعفيتنا هذا شوف هذا حسام حسن يتكلم عن المنتخب الوطني الجزائري شو قال لك حسام حسن يوشيد بنقطة قوة المنتخب الجزائري يو ما خاسناش تحضروا يو هذروا على بلادكم برحمة الوالدين صحيتوا على الشكيمة لكم ما خاسناش ما تشكروناش ما خاسناش يو كاينين وقيل كاين مغرب كاين جزائر كاين مصر كاين وقيل موريطانيا والسودان كاين كاين تونس كاين ست ست منتخبات كاين جزو القمر كاين سبع منتخبات لستا كاين غير الجزائر أهضروا على بلادكم ما قيلونا ما تهضروا شعلينا الله يرحم الشوابي قيلونا خلونا خلونا ما خاسناش ما تقولون ناش هذا ما تقولون ايكم ما تقولون ست لا نملاح لا ست أكبر ما تخبرنا ما تخبرون هذا نغ升